عجل يابا اليوم رح يسوي لكم مقبلات البيت انجانية رح اجي ببيت انجانية واشرحه بهذا الشكل واثرمها قطع جوليان مثل ما ده شوفون نانع لدي خيارة اشرحها رح اشرح لخيار نانع اجي قطعة خلي الخيارة بالطول على موت اطلع ادي قطعة طوال ناعد الفلفل هذا الشكل مثل ما ده شوفون انا اطفه نا اجي اثر ما قطع قطعة جوليان ناعد الطماطع شرحها مثل ما ده شوفون قطعها ناعم احنا ناعدل جزر نفس الحال اشرحها وقطعة هذا الشكل مثل ما ده شوفون ناعدل بصل هذا الشكل ناعدل ليمونة راح اجيب الطاعة واخليها على النار اخليه زيت اخلي البيت نجام اقلبه شويه الماء يستوي راح يطلع ادي بهذا الشكل لون اذهبي راح اطلعه ناني راح اضيف الاخيار اضيف البصل فلفل وليمون ناعدل طماطع ناعدل جزر راح اقلبهم شويه ناني عدي كمون لمدوزة مليح فلفل اسود ناني راح اضيف خل التفاح ناني عدي زيت ناعدل صاص ناني الكتشب راح اقلبهم وشويه اخوطهم 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 بهذا الشكل اهنا راح اضيف البيت نجخل على مدلين مرد عدي فهنا راح اقلبهم وشويه مثل ما تشوفون اقلبهم بهذا الشكل مثل ما تشوفون هنا انا عدي صحن التقديم نخلي خس وقدمهم بهذا الشكل بتجيب عدي هنا شراعه جزار يا الله اللهم صلى على محمد والي محمد اليوم ممسوي لكم نوع مقبلات اللي هو البيت النجانية وهاي الأجواء الحلوة ومكانكم خالي السنة جنضوق بسم الله الرحمن الرحيم خاشوقة ماكو نسيتها بالبيت خبل جربوها وان شاء الله ما تخسرون